بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرى في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرحبا أبنائي الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس اليوم من مادة لغتي للصف الثالث تهيلي فكري اليوم بإذن الله سنبدأ رحلة مراجعة للدروس التي سبق ونأخذناها في هذا الفصل الدراسي يجب أبنائي أن نلتزم بالتعليمات التي سبق ونأخذناها خلال الحصص السابقة يجب أن نبقى هاديين أثناء المتابعة مع المعلم حتى ينهي المعلم الدرس كذلك من المهم أن نبقى في مكان هادئ بهضاء جيدة وتهم مناسبة من الضروري أن نحضر الكتاب وأن يكون بصحبتنا أحد أفراد الأسرى البالغين حتى يساعدنا في عملية التعلم تذكرون أخذنا مجموعة من المواضيع سنقوم بمراجعتها تباعا حتى نستذكر ما سبق ودرسناه ونتعلم المهارات التي قد تكون فاتتنا في الدروس السابقة درسنا الذي سنقوم بمراجعته اليوم هو عن النصوص التعبيرية كيف نكتب نصا تعبيريا ما هو النص التعبيري ماذا نقصد به طيب تذكرون أننا أخذنا ماذا نقصد بالنص التعبيري مما يتكون هذا النص لماذا نكتب هذا النص وما هي الطريقة الصحيحة التي تساعدنا على كتابة نص تعبيري أيضا نذكر أننا أخذنا تدريبات على كيفية كتابة نصوص أولا نقصد بالنص التعبيري النص الذي من خلاله نستطيع أن نوصل نوصل المشاعر والأفكار أو نوصل المشاعر والأفكار للآخرين هناك مشاعر وأفكار داخلية نريد أن نوصلها أحيانا للآخرين فمثلا لدي فكرة معينة عن المكان الذي نريد أن نذهب إليه في الإجازة مع أفراد أسرته هذه الفكرة أريد أن أكتبها على نص حتى يقرأه أفراد الأسرة ويفهموا ما هو المكان الذي نريد أن نذهب به أو نذهب إليه هذه المشاعر والأفكار قمنا بكتابتها على شكل نص تعبيري حتى يستطيع الآخرون قراءتها وهذا ما نقصد به النص التعبيري النص الذي نقوم من خلاله بتوصيل المشاعر والأفكار حول موضوع معين هناك فكرة أو مشاعر تجاه موضوع معين مثلا نقول الموضوع المعين الطائرة مثلا الطائرة موضوع صحيح أريد أن أكتب عن الطائرة أريد أن أعرف الناس بهذه الوسيلة من وسائل المواصلات سيكون عنوان نصي التعبيري سيكون عنوانه الطائرة طيب ثم سأبدأ بكتابة ما أعرفه حول هذا الموضوع لكن يجب أن أستخدم جملا مفيدة يجب أن أستخدم جملا مفيدة فمثلا عندما يكون عنوان النص الطائرة سأكتب الطائرة ثم تخيل الآن ما هي هذه الطائرة الطائرة هي وسيلة مواصلات صحيح تستخدم للانتقال عبر المسافات البعيدة طيب تتميز بكبر حجمها وأيضا بسرعتها العالية وقدرتها على الارتفاع إلى مسافات طويلة أيضا الطائرة وسيلة مواصلات مريحة وآمنة وأيضا السفر عبر الطائرة سفر ممتع ونستطيع أن نصل إلى مدن وأماكن بعيدة في زمن قصير أو في زمن قصير طيب إذن هذا النص كتبناه عن ماذا؟ كتبناه عن الطائرة من خلال ماذا؟ من خلال أفكارنا ومشاعرنا حول موضوع الطائرة الأشياء التي نعرفها عن الطائرة طيب أيضا استخدمنا جملا مفيدة من المهم جدا أن يكون النص يحتوي على الكثير من الجمل المفيدة طيب لدينا الآن صورة لمدينة ماذا؟ حسنتم مدينة الرياض طيب لو أريد أن أكتب نصا عن مدينة الرياض ماذا سيكون هذا النص؟ أريد منكم أن تفكروا ما هو النص الذي ممكن أن يكون عنوانه مدينة الرياض سنضع عنوانا لهذا النص سنقول مدينة الرياض طيب أولا أريد أن أسأل نفسي مجموعة من الأسئلة قبل أن أبدأ بكتابة النص ما هي مدينة الرياض؟ هي عاصمة المملكة العربية السعودية ممتاز إذا ممكن أن أبدأ بهذه الجملة بداية النص سأقول الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ممتاز طيب الجملة الثانية ماذا عن مساحة الرياض؟ هل الرياض مدينة صغيرة أو مدينة كبيرة أو هي الأكبر من بين مدين المملكة إذن ممكن أيضا أن تكون الجملة الثانية والرياض هي أكبر مدين المملكة العربية السعودية طيب بماذا تتميز الرياض تتميز الرياض بماذا بأبنيتها العالية وشوارعها الفسيحة وأحيائها الكثيرة والمتنوعة أيضا ينتشر في أرجاء الرياض مجموعة كبيرة من الحدائق والمنتزهات كذلك يوجد في الرياض الكثير من المجمعات التجارية طيب إذن هذه الجمل جميعها تتكلم عن مدينة الرياض ممكن أن أجيب عن مجموعة من الأسئلة بيني وبين نفسي حتى أستطيع أن أكون نصا ماذا أشاهد في الصورة؟ أشاهد صورة لمدينة الرياض طيب ما هي الرياض؟ هي عاصمة المملكة العربية السعودية طيب أين تقع الرياض؟ تقع في وسط المملكة العربية السعودية طيب كم عدد سكان الرياض مثلا يزيد سكانه عن 10 مليون نسمة طيب هل الرياض مدينة كبيرة أو صغيرة؟ هي من أكبر مدن المملكة العربية السعودية لاحظوا أنني استطعت أن أكون مجموعة من الجمل هذه الجمل جميعها مفيدة وجميعها تعبر عن الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه وهو مدينة الرياض الآن سنقرأ قصة لإحدى الطالبات اسمها سارة زارت مع أفراد أسرتها مدينة الرياض بعد ذلك سنقوم بتعبية نفس القصة من خلال فهمنا للقصة هنا تقول هذه القصة زارت سارة مع أسرتها مدينة الرياض طيب من الذي زار مدينة الرياض؟ سارة و أسرتها طيب أي المدن زارت سارة و أسرتها؟ وين راح و أي مدينة؟ راح و مدينة الرياض إذن زارت سارة مع أسرتها مدينة الرياض وفي الطريق سألت أباها لما سميت الرياض بهذا الاسم يا أبي إذن سارة لفت انتباهها ماذا اسم المدينة الرياض فسألت الأب لماذا سميت الرياض بهذا الاسم يا أبي أجاب الأب سميت الرياض بهذا الاسم لأنها رياضا خضراء كثيرة البساتين والحدائق قال الأب أن الرياض يوجد بها الكثير من المزارع والحدائق المنتشرة في أرجائها قديما وحديثا لذلك سميت قديما مدينة الرياض بهذا الاسم لماذا؟ لأن فيها كثير من البساتين والمزارع هذه البساتين والمزارع موجودة في وسط الصحراء لذلك سميت هذه المنطقة الكثيرة البساتين سميت بالرياض طيب؟ طيب لاحظوا الآن التدريب نفس القطعة التي قبل قليل سنقوم بتعبية الفرق من الذي زار مدينة الرياض؟ سارة أحسنتم إذن سارة وأسرتها زاروا مدينة الرياض طيب في الطريق ما هو السؤال الذي لفت انتباه سارة؟ ماذا سألت سارة أبوها؟ هل قالت لماذا نذهب إلى الرياض؟ أو قالت لماذا مدينة الرياض كبيرة؟ أو قالت لماذا سميت الرياض بهذا الاسم؟ أحسنتم قالت لماذا سميت الرياض بهذا الاسم يا أبي طيب الأبو ماذا قال؟ قال سميت الرياض بهذا الاسم لأنها كانت ماذا؟ كان بها الكثير من البساتين والحداق لذلك سميت الرياض بهذا الاسم اتفقنا عرفنا الآن كيف كونا نصا استطعنا أن نكون قصة عن مدينة الرياض وممكن أيضا أن نكون نصا عن مدينة الرياض ممكن أيضا أن يكون النص مكون من جملتين فأكثر طيب ممكن أن نقول الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وهي أكبر المدن الموجودة في المملكة العربية السعودية طيب إذا أنا استطعت أن نكون نصا من جملتين مفيدتين عبرت عن مدينة الرياض طيب الآن أمامنا في هذا التدريب يريد منا أن نكتب نصا تعبيريا عن الصورة التي أمامنا باستخدام مجموعة من الكلمات المفتاحية في الأسفل لدينا الآن صورة لاعب كرة قدم يقوم بركل كرة القدم طيب عنوان النص سيكون كرة القدم هذا هو العنوان كرة القدم الآن نريد أن نكتب نصا عن كرة القدم أريد منكم الآن تفكروا في نص في كرة القدم كلكم مثلا تتابعون كرة القدم لديكم فريق كرة قدم تشجعونه تحبون متابعة مباريات هذا الفريق كرة القدم هي رياضة ولعبة طيب نقوم بلعبها يلعب 11 لاعبا من كل فريق طيب يكون هناك حكم يحكم المباراة مدة المباراة وزمنها 90 دقيقة طيب إذن هذه كلها معلومات عن كرة القدم نستطيع أن نكون نصا فنقول أنا أحب أن ألعب كرة القدم في الملعب مع أصدقائي طيب هذه جملة نضيفها إلى هذا النص شارك لاعب كرة القدم في المباراة النهائية رياضة كرة القدم مفيدة للعقل والجسم هذه مجموعة من الجمل التي ممكن أن نكون فيها نصا أو نكون من خلالها نصا ممكن أن نقول يحب أن ألعب كرة القدم في الملعب مع أصدقائي ونحرص أن نقص منفسنا في المباراة إلى مجموعتين متساويتين في العدد طيب يقوم أحد أصدقائي بتحكيم المباراة نستمتع سويا ونلعب بروح رياضية ونحرص أن لا يؤذي أحدنا الآخر هذا نص عن كرة القدم إذن أبناي النص التعبيري هو مجموعة من الجمل هذه الجمل تعبر عن فكرة داخلية أو مشاعر يريد أن نوصلها للآخرين يساعد الطالب والطالبة على كتابة نص تعبيري النظر في الصور أو في الأحداث والمواقف ثم يحاول أن يجيب على مجموعة من الأسئلة حول هذه الصور حتى يتمكن من بناء نص تعبيري مميز وسهل على الطالب وباستطاعته أن يكونه بنفسه تمنى أن نكون استفدنا من الدرس شكرا جزيلا لانتباهكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته